طيب احنا الآن في قسم بينونة بينونة جايبين يعني أنواع من الأسلحة سواء مسدسات أو بنادق طويلة بس احنا ذراحين بنتعرف على المسدسات وخصوصا المسدسات المتميزة ما بنتكلم عنها كلها مع أخونا أبو ناصر الأستاذ علي الشامسي حياك الله يا مرحبا والله يبو سعيد الله يحييك ويبقيك يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا يبو سعيد من الأشياء المميزة اللي نزلت عندنا مسدس الاف ان اللي كان البلجيكي سابقا حاليا بصناعة أمريكية لأن المصنع تحول أمريكا هو نفسه مكتوب عليه هايباور اف ان كولومبيا يو اس اي عيار التسعة من لي طبعا اللي يعدلوا عليه القبضات صارت عندك قبضات أكثر ثبات الحواف القديمة كانت حادة حاليا الحواف هذه ناعمة الفنيشينغ أحسن الضارب عندك اللي هو السترايكر كان سابقا يضرب في اليد أثناء الارتداد هذا مقصر ومعدل ما يهذي اليد ونفس عدد الطلقات ياخذ؟ نفسه كم طلقة ياخذ؟ ياخذ سبعة عشر طلقة هذه مرضو ميزة أكثر عليه مخزنين وعليه قبضتين بلوان مختلفة وشنطة كم سعره؟ سعره عشر تلاف وثمانمية بدون الضريبة يا مرحبا يا أبو سعيد وعندنا اللون الثاني منه اللي هو اللون الدزر تسمونا والصحراوي لون جميل وفيه تأمين نعم من الجهتين تأمين من الجهتين وماشاء الله الحديد هو نفسه يعني الجودة ما فرطوا فيها ماشاء الله ورمايته على المسافات طيبة جدا جدا أنت ممكن واحد جربته ورميته في مسافات مقارنة بمشدثات الثانية احكينا عن هذه التجربة والله يا أبو سعيد أنا جربت البلجيكي القديم رميته فيه لين مئة متر يا مرحبا رميت فيه لين مئة متر جربناه ما فيه كلام وإن شاء الله أنه اليديد إن شاء الله يكون عنده حسن الظن وبنجربه إن شاء الله وبنوافقه يا أم مرحبا من الأشياء الميزة الجديدة عندنا السيقساور الـ P320 بالتعديل DH3 تعديل جدا جميل على المسدس هذا عندك المسكة الترابية هذه تعطي ثبات وعندك يا طويل العمر السلايد مخفف وزنه من الفتحات هذه نخفف وزن السلايد من الفتحات هذه وعندك إضاءة فسفورية في الموجه الأمامي وسعة المخزن 21 طلقه بالإضافة إلى اللون هذا التعديل يستخدم للرمايات السريعة عشان يحافظ على استثبات أعتقد اسمه الماقول نعم سعره 11 ألف وقابل للتعديل عندك الجستينغ على الريد دوت والفلاش لايت والليزر والأمور هذي كلها تركب عليه رأيكم نتعرف على شركة بينونة مع مالك الشركة الأستاذ سعيد الغفلي حياك الله استاذ يا مرحبا يا مرحب يا أخي كيف الحال طال عمرك الله يسلمك وإذن تعرفنا عن الشركة وعن شاركتكم هذه تركب الرقم كم؟ هذه طال عمرك وشاركتنا رغم 12 في معرض أبوظبي للصيد الفروسية شركة بينونة معدات العسكرية والصيد شركة إماراتية متخصصة في توريدات الأسلحة للقطاع المدني والقطاع العسكري بالإضافة تخصصاتنا أسلحة الصيد الرماية البطولات المختلفة منواعها وأسلحة الجمهور المتداولة في الدولة عندنا ناس ما تشوف نحن متخصصين في التنوع عندنا بضاعم السوق الأمريكي السوق الأوروبي من مختلف الماركات المسدسات عندنا تقليل ما يقارب 60 نوع مختلف البناء تقيم 30 نوع الشواز تقريباً بعد ما يقارب 25 إلى 30 نوع مختلف هذا مجالنا الرئيسي في معرض أبوظبي هل بينونة لها فروح في الإمارات وين أمات التواجد؟ نحن طالع من شركة بينونة عندنا فرع في مدينة العين نحن أول شركة أسلحة نارية مرخصة لبيع الأسلحة طول السنة في مدينة العين بيكون عندك بعطيك الحساب أيضاً بيبين عندك للجمهور اللي يحب يتواصل يستفسر نغطي المناظير والإكسسوارات والأسلحة بمختلف أنواعها في الفرع اللي ما اشترا معرض أبوظبي صيتف روسية قدر يزورنا في الفرع أيضاً ويشوف اللي ناسبة عن طريق زيارة الموقع شكراً 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 لك يوم مرحباً يا أبو سعيد عندنا السيكساور البيتوتو سيكس الأكس فايف طبعاً المعروف لا يعرف مع مقبض خشب زناد رياضي موجهات والموجه الأمامي في سفور تأمين من الطرفين هذا يفيد بالرماية اللي عندكم المسادقة؟ نعم من أفضل مسدسات الرماية الأكس فايف معروف ولا زباين ولا ناسا يدخل المسادقة؟ نعم نعم هو أصلاً مصمم للرماية رماية الخمسة وعشرين متر التسعة ملي يا مرحباً يا أبو سعيد طبعاً تدري أننا نحن وقلاء السيزد من وقت قديم يعني الشركة العريقة هذه نزل عندنا السيزد تي اس تو تسعة ملي المسادس ينفعك جداً في مسابقات الرماية أي مسابقة يدخلها للرماية طبعاً المسادس في المكان هذا التكي عليها طويل عمر أي أصبح من أصابعك وقت الرماية الميزة الثانية عندك سمك الصبطان اللي هي هذه الماتش برل تعرضها للحرارة أقل وثباتها في الرمي أكثر عندك التأمين من الجهتين وطبعاً الشدو الشدو طول معروف لا يعرف والملقط عندك أخف من لولي وهذا يساهم كله في الدقة زند رياضي يساهم في الدقة السعر السعر معروض ب 16500 درهم لكن إن شاء الله اللي بيوفر التصريح بيتواصل معانا إن شاء الله أنا ما منقصر طبعاً لا بد من افتتاح المعرض يا طويل عمر ننيب أشياء حصرية وجديدة عندنا مسادس الكي أم آر هذا مهندسين السيزد الشدو طو صمموا المسادس هذا كفئة فخمة تابعة لشركة السيزد العريقة طبعاً المسادس 6 أنش زند رياضي تأمين من الجهتين شوف متن الصبطانة سمك الصبطانة عندك تخطيط هذا اللي تحت لتخفيف الوزن مسادس من الفئة الفخمة اللاقسري طبعاً عندنا منها تشكيلة واحجام متنوعة منها عيار التوتو اللار اللي عند الريال هذا اللي يزي خير طبعاً التسعة ملي منها الستة أنش الفول برل والخمسة أنش هذا الخمسة أنش هذا الخمسة أنش سد الصراحة ووزن وتوازن وثبات ما عليك لا يا مرحباً يبو سعيد طبعاً عندنا الكي أم آر عيار الثنين وعشرين عيار الخرازة هذا من أحدث الأصدارات اللي نازله السنة الماضية ما كان موجود توفر عندنا السنة هذه طبعاً عندك المساحة هذه تركب فيها الريل أو البكتيني أو الدوربين أو الريد دوت على راحاتك أو تكاية الأصابة الثنان الرماية طبعاً فول برل الصبطانة طويلة وهذا مش كاتم هذا غطال الصبطانة عشان يكون الشكل متناسق وعندك التكاية اللي ورا تكاية الكتف يعني هذا يكفيك عن بندقية كاملة طبعاً طبعاً الجودة والأداء هذا شيء مضمون طبعاً ما في شيء يا أبو سعيد ينشهر بدون فعل لكن بما أن الكي أم آر صمموه المهندسين اللي صمموا السيزد الشدوتو ويعتبر فأة أفخم من الشدوتو أكيد إن شاء الله بيكون دقيق وبيكون إن شاء الله عند حسن الظن لكن يبال تجربة يا مرحباً يا أبو سعيد توفر عندنا السنة هذه مسدس البراؤنق الأمريكي وليس الياباني البراؤنق الأمريكي عيار الخرازة 22 صبطانة طويلة بمكانية تركيب الردوت أو منظار بمكانية تركيب كاتم الصوت أو الكمبنسيتر هذا أو المزل بريك اللي موجود عليه حالياً مسدس في غاية الدقة مقارنة بحجمه خفيف دقيق لصابة وخفيف جداً في الارتدات يعني من المسدسات اللي تستمتعبها إذا طلعت مكان هل من لفضل الياباني؟ نعم وش الأفضل؟ والله نفضل الأمريكي يفضل بينها الأمريكي؟ أنا أفضل الأمريكي شخصياً كم سعره هذا؟ السعره يطويل عمر 8500 وقابل إن شاء الله للتخفير